دي قناة نادي زي ما قناة الاهلي قناة نادي لما قناة الاهلي تطلع تستهدف اي نادي اخر او تسيء او تحاول تدخل فيما بين علاقات اللعيبة يعني ما اعتقدش ابدا ان انتو شفتونا في مالك وكتابة او في اي برنامج من برامج القناة ان احنا بنتكلم على ازمة بين لعب في نادي الزمالك ومدربه او بنصدر مشكلة للاعب في نادي الاسماعيلي مع ناديه او بنفتعل ازمة للاعب في النادي المصري مع حسام حسن المدير الفني ما اعتقدش حد من حضراتكو زبطنا متلبسين في قناة الاهلي باي سلوك من هذه السلوكيات وده خط واضح جدا ومسألة طبيعية فيما يخص بقى لعبتي النادي الاهلي عند الكابتن متحد شالبي مروان محسن الراجل زي اي لعب بيحتفل بانه بيجيب جون نشوف الكابتن متحد وهو تعليقه على مروان محسن ونشوف ده بيحصل ازاي مروان في اخر مباراة جاب جون مباراة الاخيرة جاب جون تمام رفع ايدي الاثنين لفوق للسماء وكأنه يحسب على احد ما دي حسبانا اللي قدام دي واحد بيحسبك مين بقى هل تقصد الكابتن حسام البدري اللي ما كانش بيلعبك ولا تقصد كارتيرون اللي ما بيلعبكش برضو فعلا يا مروان نتيجة ان وجود فيه وليد ازار لا انا مش عايز منك المشهد ده يا مروان تلعب كبير ولعب دوله على فكرة المشهد ده هو عمله بعد ما جاب الجون اربع خمس ست مرات في اماكن متفرقة من الملعب كله رفع دي وعمال يبص الفوق يعني بيحسب يعني حسب يا الله ونعمل وكين فيك يا بدري حسب يا الله يا كارتر وحسب ممكن برضو حسب على وليد ازار الله واعلم ده مش صح يعني الحكاية كلها انت جبت جون وانت لعب كبير طول عمرك طول عمرك وكت في الاسماني مكسر الدنيا ونصيبك وده قدر المولى سبحانه وتعالى جات لك اسابة عطلتك عطلتك كتير دعات سنة رباط صليبي خلاص الكرة بتمشي واللعيب اللي بيلعب وبيجيب جواه متاع لازم يلعب يستمر فالمطلوب منك ان انت ما تفكرش مين اللي ما بيلعبكش وكاد انت اشتغل على نفسك طول الوقت وما تزهر كابتن متحت رصد الحسبانة من وجهة نظره وابتدى يفسرها لكن اللي انا انت هشتله ان يقول ولي على وليد ازارو لا هنا انت فيه فيه بقى فيه حاجة غلطة كابتن متحت ممكن يا حزبين على اللي ما بيلعبوش يا حزبين على اللي ما تدريشه فرصة يا حزبين على اللي ظلمه جمهور اذا كان هاجمه لكن حيحزبين على زميله اللي بيلعب عشان متقلق اسمه يدعو عليه فاذا كانت هذه دعوة تبقى مش حزبانة اذا كانت حزبانة خرج وليد ازارو من الحزبة وبلاش شغل ان اللعيبة مع بعضها يبقى بينها مشاكل لان انت نفسك في اللقطة الجايع هتقول لنا ترى كان بيحزبين على مين يعني انا اعتقد هو مع ده كينو يا جماعة ده بقى كابت المدهد بيقول هزبنا الله ونعم الوكين في مين بقى يعني بيقولها بالبرازيلي بيقول ايه بقى كينو ده انا عايز اعرف يعني عايز اعرف هو بيت حزب بيقول حزب يا الله على الدني الفرصة يا جماعة يا جماعة ارجوكو ده بيعمل ايه بالبرازيلي بقى بيقول ايه اصدي بالبرازيلي معناها الشكر لك يا رب لكن بالاهلي اه لما يبقى لابس احمر يبقى بيحزب في المدهد